في الفيديو ده هقولك ازي انا بقدر اعمل ادت للريلز بتاعتي باستخدام برنامج اتوبي بريمير برو كمان في الفيديو ده انا هقولك على الاعدادات السحرية اللي محدش يعرفها علشان تقدر ترفع الريلز بتاعتك على انستجرام بأعلى كواليتي او على اي منصة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخبار ان شاء الله في الفيديو ده هقولكم على ازي انا بقدر اعمل ادت للريلز اللي انا بنزلها على انستجرام للناس اللي بتابعنا على انستجرام فهي عارفة شكل الريلز اللي انا بنزلها ففي الفيديو ده احنا نعمل بريك داون او هنعمل تفصيص لريل بتاعتي ازي انا بقدر اعمل لها ايدت بقى من ناحية التقطيع مثلا من ناحية التلوين من ناحية البي رولز او التكست والجرافيكس والحاجات اللي زي كده حتى كمان من ناحية الساوند ديزاين او المؤسرات الصوتية كمان هقول لكم على افضل اعدادات انا بعملها علشان اطلع الريل بتاعتي وتبقى باعلى جودة وحتى كمان لما ارفعها على انستجرام تكون باعلى جودة فدي حاجة ناس كتير متعرفهاش وناس كتير بتحاول وبتفشل معاها ولكن السر بقى او السحر موجود في الفيديو ده فالفيديو ده هيكون عبارة عن بريك داون لريل انا كنت نزلته على انستجرام يعني لو ما كنتش شفته فانا هزهره لك بالوقت تقدر تشوفه ففي الفيديو ده انا هقول لكم ازاي قدر تعمل الريل ده فبس كده مش عايز اطول عليكم ويخلينا ندخل في الموضوع على طول في الفيديو ده هقول لك على افضل برنامج منتاج لو جهازك ضعيف لو مش بيستحمل او اي برنامج من البرامج الكبيرة فالبرنامج ده مناسب جدا لجهازة وكمان البرنامج ده مش محتاج منك ولا كارت شاشة خارجي ولا كمان رمات كبيرة يعني الامكانيات العادية هتشغله بشكل كويس خلينا اقول لك ان البرنامج ده هو كاب كت تقدر تحمله لو انت بتستخدم ويندوز اما من مايكروسوفت ستور او حتى من الموقع بتاعهم الرسمي ولان وقت الريل ده للأسف قليل فمش هقدر اقول لك على كم المميزات اللي موجودة في البرنامج ولكن كل الحاجات اللي انت شفتها دي هي مميزات البرنامج يعني البرنامج ده تقريبا فيه اغلب الحاجات اللي انا بستخدمها في البرامج الاساساسي بتاعتي وهي ديفينش ريزولف واتر بريمير برو وعلى فكرة كمان انت ممكن تشوف شرح لاي حاجة لبرامج زي بريمير او ديفينشي او حتى فاينيو كاك لان زي ما قلتلك تقريبا البرنامج فيه كل حاجة انت هتلاقيها في البرامج اللي الناس بتشرح عليها واخيرا البرنامج ده ببلاش ما بتدفعش عليه اي فلوس فتقدر تدخل وتحمله دلوقتي وبس كده لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وفولو سلام طيب زي ما انتو شايفين ده كده هو اللي انا بستخدمه علشان اعمل ايدت لريلز بتاعتي والاصدار اللي بستخدمه هو ادوبي بريمير الفين اربعة وعشرين اللي هو احدث اصدار في مميزات حلو قوي صراحة تستدع ان انت تعمل اوب ديت لالفين واربعة وعشرين فلو انت ما كنتش عامل اوب ديت في مميزات حلو قوي وهي خليني اشارك معكم بقى الطريقة اللي انا بايدت بها الريلز بتاعتي عن طريق اربع مراحل زي ما عرفتكم اول مرحلة وهي مرحلة التقطيع هكلمكم عن ازاي انا بقطع الفيديو بسرعة واسلوب التقطيع اللي انا بتتبعه وهي التاني مرحلة وهي مرحلة التلوين ازاي انا بلون الفيديو بتاعي باختصار وازاي انا بحط التلوين على الفيديوهات وفي تالت مرحلة وهي ان احنا نتكلم عن ازاي انا بحط البي رولز والجرافيكس والحاجات اللي زي كده واخيرا وليس اخيرا رابع مرحلة وهي مرحلة الساوند ديزاين فانا علشان اوضح لكم البريك داون او التفصيص بتاع المراحل دي فانا عملت اربعة تايم لاينز اول تايم لاين وهو الفرست كات كولور جريدينج بيرولز اند جرافيكس وهي اخر حاجة وهي الساوند ديزاين خلينا نفتح اول سيكونس وهو الفرست كات زي متشايفين دي كده طريقة التقطيع اللي انا بستخدمها جامب كاتس يعني انا مش بطلع قدام الكاميرا بقول كل الكلام وبقص الحتة الاولينية والحتة الاخيرة لا انا كل جملة جملة بقولها وبعد كده بعمل لها كت فبالتالي بيطلع الشكل ده معي يعني لو جينا نسمع كده هقولك على افضل برنامج منتاج لو جهازك ضعيف لو مش بيستحمل او دافينشي او اي برنامج من البرامج الكبيرة فالبرنامج ده مناسب جدا لجهازك وكمان البرنامج ده مش محتاج منك ولا كارت شاشة خارجي ولا كمان رمان يمكن هتلاحظوا حاجة هنا وهي ان انا ما بقتش حب اعمل زوم ان وزوم اوت في الريلز حتى كمان في فيديوهات اليوتيوب بقيت احس ان الموضوع يعني المفروض يكون اهدى من كده وهي دي المدرسة اللي انا بدأت اتباعها مؤخرا وهي مدرسة الهدوء ان كل حاجة تكون معمولة بالزبط وصح من غير ما نحاول يعني نتطرق لان الحاجة دي تكون كرياتيف قوي وما تزبطش فلما الحاجة نفسها تكون ترادشنال او تكون مزبوطة مفيهاش مشاكل وهدية بس معمولة صح دي حاجة حلوة جدا وهي دي المدرسة اللي انا بقيت بتتبعها مؤخرا فمش لازم بقى كل شوية بزوم ان وبزوم اوت وبعمل كده لا يعني الموضوع زي ما تشايفين بكل بساطة كده بالنسبة للزوم ان اللي في الاول ده فده الهوك يعني بالنسبة للريلز والتيك توك والحاجات اللي هي فيها شورت فورب كونتنت فالشخص ما عندهش وقت ان هو يشوف الفيديو بتاعك لو هو تلاتين سنة هو بجد الشخص ما بقاش عنده وقت للحاجات اللي زي كده فعلشان كده انت لزم تخطفه ومن الحاجات اللي انت مفروض تخطفه بيها وهي الزوم ان ان انت خدت على هنا فيه كونتنت بالشكل الفلاني فالزوم ان هو مهم جدا لان لو بداية الفيديو ما فيهاش حاجة تشد المشاهد او تجذب بينه هو هي خلاص هيبعد عنك هينزل تحت تاني مش مش هيركز معك طيب فيه تريك مهمة جدا انا بستخدمها علشان اقطع الفيديو هاب بتاعتك بسرعة خلينا برضو نتكلم عنها زي ما انتو شايفينissippi ده هو فيديو متقطع لو جينا نشوف الفيديو الاصلي فهو ده الفيديو الاصلي طوله ست دقائق خناها بس نكبرو ده كده الفيديو الاصلي بتاعنا لو جينا بس غيرنا الورك اسفيس عشان نشوفه شكل افضل فده كده الفيديو كامل ففيه تريك مهم جدا انا بستخدامها علشان اقطع الفيديو بتاعي بسرعة وهي بكل بساطة ان انت بتختار الفيديو بتاعك وبعد كده بتروح عند الويندو وبتتأكد ان انت مفعل نافذة وهي نافذة التكست وبعد كده اول ما بتفتح معك نافذة التكست فبتروح عند ترانسكرايب وبتتأكد ان انت مختار للفيديو بتاعك وبتتأكد ان انت مش عامل له ميوت لان انت لو عامل له ميوت هنا مفيش حاجة هتظهر واختار الفيديو بتاعك واضغط على ترانسكرايب كل اللي احنا بنعمله هنا هو ان احنا بنخلي اتوب برمير يتعرف على الكلام وعلى الصمت يعني هو اتوب برمير اصلا مش بيدعم اللغة العربية في ان هو يتعرف على الكلام العربي ولكن كفاية ان هو يتعرف على الكلام وعلى الصمت لان احنا بعد كده هنستغل ان هو حدد لحظات الصمت وهنقوله شلنا كل اللحظات دي فهتلاقي الفيديو بتاعك هو ما بقاش فيه اي صمت كل اللحظات الصمت اللي فيه اتكلت وبقت لحظات الكلام بس هي اللي موجودة فبكل بساطة هي دي الترك اللي احنا بنستخدمها علشان نوفر على نفسنا وقت اكتر طيب زي ما انتم شايفين ده كده بعد ما خلص هو حدد الكلام بالشكل ده وكمان برضو محدد لحظات الصمت اللي هم التلات نقط الصغيرين فبكل بساطة اللي انت هتعمله هو ان انت هتروح عند فلتر وبعد كده تختار pause هتلاقيه حدد لك كل الحاجات اللي عندها تلات نقط او كل لحظات الصمت بعد كده كل اللي انت هتعمله هو ان انت هتروح عند delete وتختار delete all وبس كده مبروك شفت الفيديو اللي تحت حصل فيه ايه يعني دي طريقة سهلة جدا انا باستخدمها علشان editor reels بتاعتي لان بكل بساطة لو انا تقطي 100% وهحط 30% من تقطي على بس ان انا اشيل لحظات السكوت او اشيل لحظات الصمت ولحظات التكرار فانا هيتم استهلاكي في حاجة ما هياش الاهم ولكن انا ممكن استخدم premiere ان هو يسهل علي حاجة زي كده ومجهودي اكتر اركزه في ان انا يعني اعمل منتاج احلى اعمل sound design احلى والحاجات اللي زي كده فدي هي الماينسب بتاعت ان انا ممكن اوفر على نفس وقت في حاجة بحيث ان انا استغل الوقت ده في حاجة تانية وان انا اعملها احسن طيب بعد بقى ما قطعنا الفيديو بتاعنا بالشكل ده وحطينا الكلام كله جنبه بعضه ونيجي بقى لتاني مرحلة وهي التلوين زي ما انتو شايفين ده كده الفيديو بتاعي من غير اي الوان وده كده لو لونا الفيديو فهو بالشكل ده الالوان اللي انا بعملها هي. الوان يعني سهلة وبسيطة جدا كل اللي انا بعمله بس وهن انا بلاعب في في انا باستخدمه من اللاتز بتاعتي اللات ده باستخدمه فكل حاجة تقريبا وانا اللي عامله لانه بيديني الوان حلوة قوي كمان بحب استخدم اوي يعني بتديني نتيجة حلوة قوي بتحس انها بتخلي كده كده يبوب أو ان هو يبقى حيوي او يبقى مفتح فانا بحب او مش بحب استخدم بقى اللي هي الحاجات زي وكده مش باستخدمها على طول ولكن بشوف ان هي يعني مفيدة اكتر ومهمة اكتر في ده من وجهة نظري. في دلوقتي تركاف التلوين انت اكيد دلوقتي مستغرب بسببها وهي ازاي انا ملون الفيديو ومفيش ولو روحنا عند اي فيديو ونزلنا تحت عند فانت هنا مش هتلاقي اي موجود فهي دي ان انت ازاي بتلون الفيديو بتاعك من غير ما تستخدم وفي نفس الوقت انت مش بتحط التأثير في طيب خلينا نشرح لكم دي. بكل بساطة الفيديو اللي انت بتختاره ده انت ممكن تتحكم في الكليب اللي انت واقف عليه وممكن تحط تأثير على الفيديو الاصلي اللي هو الفيديو الخام اللي هو الفيديو اللي انت دخلته من اللي هو الفيديو ده اللي انت دخلته من بره من قبل ما تحطه اساسا في التايم لاين يعني انت برضو ممكن تحط عليه تأثير من غير ما تحطه في التايم لاين وهي دلطريقة اللي انا بستخدمها. هي بكل بساطة ان انت وانت واقف على الكليب بتاعك تقدر تتحكم في الكليب ده من هنا. ولو رحت على جنب هتلاقي في حاجة وهي اسمها او المصدر. يعني مسلا مسلا. وانت للوقت يوقف على الكليب بتاعك. وفي هتلاقي ان في وهو اسم الفيديو. وهتلاقي بتاع الفيديو ده. لو اخترت هتلاقي فتح لك النافذة بتاعت اللي هنا بقى انت ممكن تحط اي الوان ممكن تعمل اي حاجة. والتلوين ده هيتطبق على كل الفيديو اللي هو ده. الفيديو الاصلي. فغالبا انا مش بستخدم لان برضو هي لها بعض الحاجات اللي بتخليها محدودة مش بتعرف تستخدمها. زي ان لو في مسلا صورة جنبي وانا حاطت فالصورة برضو هتتلون. خصوصا لو الصورة دي كانت معي مثلا. حاجة صعبة قوي. فانا بحب استخدم الطريقة دي وشايف ان هي احسن. وكمان خلاص انت لو انت فانت مش محتاج تشغل دماغك بأي حاجة من الحاجات دي. فدي بكل بساطة الحاجات اللي انا بعملها في مرحلة التلوين. وهي بس ان انا بتويك او بزبط على كم حاجة وبخلي الفيديو بتاعي من المنزر ده للمنزر ده. نيجي بقى بعد كده لتالت مرحلة معنا وهي مرحلة الجرافيكس والبي رولز. زي ما قلت مدرستي انا في المونتاج هي اصبحت مدرسة هادية. ما بقتش المدرسة اللي فيها منتاج كتير قوي. وفي نفس الوقت ما بقتش المدرسة اللي هي منتاجها ممل. مسلا انا بقيت استخدم فيديو في الوقت اللي عارف ان استخدامي فيه الفيديو ده هيفيد المشاهد. بقت بحط نص في الوقت اللي انا عارف ان انا لما حط نص دي حاجة هاتفيد المشاهد. بقت بحط ترانزيشن في الوقت اللي انا عارف ان ترانزيشن فيه هيغدم الفيديو بتاعي format ش يحط كل حاجة عمال على بطال. فلو جينا نشوف تايم لاين ده هنلاقي نوى تايم لاين كبير وفي حاجات كتير ولكن الحقيقة وهي ان حاجات كتير قوي من اللي انت شايفها دي هي حاجات متكررة. ترانزيشن unstoppable. كتابة. الفيديوهات حقيقي مش متكررة قوي. ولكن اكتر حاجة فعلا متكررة وهي الحاجات اللي بتميزني انا بتاعي. زي ما قلت لكم كده طريقة الكتابة زي الحاجات اللي زي كده. فلو جينا نشغل الفيديو واحدة واحدة مع بعض ونشوف هنلاقي ان فيه في الاول اللي هو ده. والترانزيشن ده بكل بساطة في بلاجين انا بستخدمها وهي اسمها فلو شلنا ده خالص. وجينا نروح عند لو نزلت تحت هتلاقي فيه اسمه زوم ان. اللي هو ده. فبجيب بحطه هنا. وبكل بساطة علشان اخلي الفيديو ما يبدأش بزوم اوت. وزوم ان بعد كده. فالترانزيشن لو جيب بصيت عليه هتلاقي ان هو مقسوم نصين اللي هو بيزوم ان بعد كده بيدخل تاني. فانت انا مش محتاج اعمل كده. فبمسك النص الاولاني من الترانزيشن اللي هو ده. وبشيله وبحط النص التاني ده في الاول. فهلاقي الفيديو بتاعي بقى بالشكل ده انا. وجينا نشيل ده كمان. فبداك كده بتاعي. في الفيديو ده حاجة مسلا زي طريقة الكتابة دي. فطريقة الكتابة دي انا عندي برضو بريست انا عامله على والبريست ده هو بس بيعمل طريقة الكتابة دي. فلو جيت مسلا عند اي حتة في الفيديو. هنا مسلا. عايز اجيب حاجة هنا مسلا اقول عليها شكرا على المشاهدة. فبروح عند اللي انا عامله اللي اسمه وبحطه على وبكتب بس الحاجة اللي انا عايز اكتبها. مسلا شكرا على المشاهدة بعدل اللون بتاعي وكده كده الفونت ده هو اللي انا بستخدمه على طول وبس بصغر الفونت بتاعي وبحطه في المكان اللي انا شايفه مناسب هنا مسلا وبس كده لو الفيديو عجبك بس كده هي دي طريقة الكتابة اللي انا بستخدمها هي حاجة انا بحبها قوي وتعلمت ان انا اعمل لكل حاجة انا بستخدمها فعلشان كده الحاجات اللي انا بستخدمها كتير زي طريقة الكتابة زي زي الحاجات دي بقيت بحفظها المكان بعد كده ان انا كل مرة بعوزها لحاجة دي بدخل اجيبها من مكانها وبحطها مش غير ما عامل فيها من الاول. فده كده بالنسبة ليه وده ممكن تحمله من على النت من على كزا موقع وهتلاقيه في كزا حاجة يعني. بالنسبة بقى دي فالبادجراوند دي اسمها يعني زي متشافين ده كده منظرها وهي سبتة يعني هي سبتة مش بتتحرك. ففيه تأثير انا بستخدمه عليها هو التأثير ده اسمه التأثير ده هو اللي بيخليها يعني هي كده سبتة وهي لو شغلت التأثير عامل للافست بحيس ان هو يخلي دي تعمل كده كأنها ملاية مسلا يعني لو جيت كبرت او غيرت المكان. هلا ان ان بتتغير معنا فده كده بالنسبة ليه والتأثير اللي بيعملو على الصورة بتاعتي. بالنسبة بعد كده ليه الاسهم دي فالاسهم دي مش جوة او انا مش بعملها جوة فدي انا محملها من على موقع قبل كده كنت عملت كزا يعني وهو موقع كويس جدا واني بستخدمه في الحاجات اللي زي دي. اه بكل بساطة ده شكلهم. هي كده بتاخدها كلها على بعضها فيها كزا وفيها كزا شكل للاسهم. فاللي انا بعمله بكل بساطة وهو ان انا بشيل ده كده مسلا وبحط ده بالمنظر ده برضو. وبحط مسلا سهم زي ده على كل اللي بعمله ان انا بروح عند اخر السهم. بعرف بس السهم ده بص هيبص فين في الاخر. وببدأ اتحكم بقى في بتاعه بحيس ان انا اخليه بص في المكان اللي انا عايزه يبص فيه. يعني انا مسلا عايز السهم بتاعي يبص على الشاشة. فبروح عند اخر السهم بجيب السهم وهو بصص على الشاشة. وببدأ ازبط علشان يزبط عليه. فهتلاقيه بقى بالمنظر ده كده. طيب حاجة ممكن تقع فيها او ممكن انت متاع يعني تلاقيها مشكلة وهي ان السهم ده لونه ابيض والخلفية برضو هي لونها نوعا ما ابيض. فمشكلة زي كده بتواجهني كتير. الحل معها بيكون ايه? بيكون بكل بساطة ان انت بتروح عند وبتكتب شادو. التأسير ده بتجيبه وبتيجي حطه هنا على السهم بتاعك. هتلاقي فيه شادو اضاف على السهم. فممكن بقى تتحكم في او مدى الوضوح بتاع الظل بتاعك. ال الاتجاهي بتاعي يكون فين. عايز السهم ده او بتاعي يكون بعيد. بالمنظر ده. انا بخلي بتاعي صفر. والسوفتنس بقليش لها شوية. كده مسلا. ممكن خمسين كويس. بالمنظر ده. وبس كده كده انت فصلت السهم للونها ابيض عن حاجة تانية لونها ابيض. وده حل بيستخدمه عموما لما يكون فيه تشابه الوان ما بين الحاجات وبعضها. نيجي بعد كده الحاجة ناس سألتنا عليها كتير وهي دي. دي هي انا كنت بدور عليها بقى لي كتير قوي والحمد لله لقيتها في موقع او قبل كده كنت برضه عملت لهم فيديو. دي هي فيها كل حاجة انا استخدمتها وما استخدمتها يعني فيها كل حاجة حرفيا. والحسن الحظ وانا بقى اقلب فيها فالقيت دي كان اسمها يعني في كتير قوي 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 بكل بساطة او الحاجة اللي انا بعملها ان انا بروح عند اللي عجبني. وليكن ده مسلا خلانا نشيل ده. ونحط ده بالشكل ده كده. بعد ما نحط بتاعك بتشوف اكتر حتة ده كان منور فيها. دي مسلا. وتمسك الحتة دي بتخليها هي هنا. كده. فلو جينا نشوف. بس كده. ده كده بالنسبة اللي انا بستخدمها. ودي يعني واحدة من ضمن حاجات كتير اوي زي ما قلت لكم. في كتير قوي وال دي نفسها فيها حاجات كتير قوي قوي انا بستخدمها دايما. فللناس اللي كان بتسألنا على فبجيبها من وبالمناسبة عما عندهم دلوقتي خصم تسعة وتسعين في المية. ممكن ابقى سيب لكم اللينك تحت في الوصف تقدروا تدخلوا وتشتركوا في البيلاجين دي. آآ فبس كده ده بالنسبة ل primero جيناس اللي كانت بتسألنا عنها. بعد كده هنلاقي ان الحاجات دي هي هي بتتكرر. يعني دي كده ودي خلفية لونها اسود. وده كده او اللي انا عملو. وده كده اللي هي اللي اصهم والحاجات اللي زي كده فبعد كده الحاجات اللي انا بستخدمها هي حاجات اتقررت في الاول او انا في اماكن مختلفة وفي مواضع مختلفة وحاجات زي كده فده كده اللي بيخلي الفيديو بالنسبة لك يبقى حلو هي هي نفس اللي انا بستخدمها ولكن ترتيبها المختلف بيديها يعني اشكال مختلفة بس في حاجة للامانة انا ما اتكلمتش عنها وهي يعني لو جينا نشوف مسلا زي ده اللي هو او العداد اللي بيعد والمناسبة ده انت ممكن تعمله انا عملته في لطريقة كده ممكن ابي اصابها لكم في والطريقة دي يعني هي حلوة وبتعمل الشكل الجميل ده فلو جينا نشوف تأسير بيكون عامل ازاي ده كده عادي ان هو ظهر من تحت الفوق بالمنظر ده ولكن بقى والشكل الجميل اللي بيعمله فعلا وهو المنظر ده تعالك هنا نشوف هيديك احساس ان فيه او ان الحاجة نفسها بتقطع ازاي بعمله بكل بساطة تعالى مسلا نجيب ايقونة زي ايقونة اللي هي دي ونحطها هنا اه خلينا نعمل الايقونة دي فمسلا نجيب تأسير ونحط التأسير ده هنا ونعمل هنا وهنا ونخلي ده تحت بالمنظر ده كده هو ونخلي الاولاني ده والتاني ده بحيس ان هو يدي نعومة في اللي بيحصل نفس الكلام في الاخر خلاص هنشيل اللوجو بتاعنا فبالتالي هيبقى كده ده كده العاد اللي انت بتعمله دايما يعني ولكن الحاجة المختلفة والحاجة فعلا ايه الجمالية اللي بتدي تأسير حلو لأي انيميشن ولا انا شخصيا بحب استخدامها وهي زي ما قلت لكم زي ما اتوا شايفين خلاها بس نشوفوا مرة كمان ركزوا هنا ده كده بتاعنا ممكن بس نزبط بتاع الانيميشن بالمنظر ده لو جينا بقى عملنا حاجة يعني ده كده مرة كمان لو جينا حطينا تأسير هنا وخلينا مسلا التأسير ده يعمل لنا الفيديو عشرة فريم او اتناشر فريم بالشكل ده هتلاق ان في حاجة غريبة حصلت اولا مش هو الافضل حاجة والتاني حاجة وهي بص يعني اللوجو نفسه بيضم على بعضه فده احنا مش عايزينه طبعا ودي بقى هي الحاجة الرخمة اللي في وهي ان انت لازم تعمل نست لكل لوجو او كل حاجة انت بتحركها وعايز تحط عليها بعد طبعا لو هي كانت فيديو ولكن لو تكست بقى اي حاجة من الحاجات دي فلازم تعمل نفس الكلام ده فانا هعمل لوجو وهسميه وبعد كده هحط تأسير فلو جينا بعد كده بقى حطناه وخلينا مسلا ده قيمته اتناشر وجينا نشوف هنلاقي ان التأسير اتعامل معانا بالزبط انا بحب التأسير ده قوي ولكن عمليته هي متعبة بالنسبة لي شوية ان انا بعمل وبعد كده بروح اجيب التأسير وبحطه حسل كبير قوي فياريت لو في حد بقى في التيم بتاع بريمير ياريت ياريت يا جماعة حلوا مشكلة زي كده يعني وحلوا كل المشاكل اللي في برنامج عموت اه فبس كده زي ما قلت دي كل حاجة تقريبا انا بعملها بالنسبة بقى للانيميشنز بالنسبة للنصوص بالنسبة للوجوز بالنسبة لكل حاجة اخر حاجة بس وهي الطريقة دي بتاعت الكتابة يمكن حد برضو كزا حد سألني عليها عادي جدا مفيش اي مشكلة كل اللي انا بعملوه هو ان انا بجيب تأسير بالشكل ده وبعمل من تحت وفي الاخر من فوق وكل اللي انا بعمله هو ان انا بخلي النص بس يطلع يتعمل له الاول وفكرة او ان الحاجة نفسها تطوي ففي تأسير في حاجة اسمها لو شلنا اللي على بالمنظر ده وجينا عملناها تاني فبعد ما النص بتاعك يطلع بتعمل هنا هتخلي القيمة بس بتاعته صفر بالشكل ده وهتعمل كيف كمان هنا مسلا وتخليه سالب تسعة بالمنظر ده فهتلاقي ان النص بتاعك تطلع وراح عامل الحركة دي اه ممكن مسلا تعمل لها ايز اوت وايز ان بحاس ان هي هتبقى سالسة اكتر في الحركة بالمنظر ده كده فهتلاقي ها طلعت وراح عاملة كده هو فده كده بالنسبة ليه الانيميشن اللي انا بعمله اللي هو الانيميشن ده اللي انتم بتشوفوه في اخر كل ريل بالمنظر ده وبالمناسبة بحط عليه برضو تأسير بيكون كده حلو اوي برضو ولكن على النفس انا زي ما قلت انا بحب قوي فعلشان كده انا بسيب في كل حاجة تقريبا انا بعملها واخيرا وليس اخيرا وهو اللي بيحصل في اخر الريل وده لان لما يحصل زوم اوت الريل هيلوب بالزوم ان فلو جينا نشوف هتلاقي ان هو بدأ بزوم ان وفي النهاية افل بزوم ان فالزوم ان هيربط مع اللي بعده فبالتالي هيديك تأسير ان هو واحد والفيديو نفسه بيحصل فيه فيبقى فيه تأسير فبيكون منظره حلوة اوي وانا بحب اعمله دايما نيجي بقى بعد كده لاخر وربع مرحلة معنا وهي مرحلة مرحلة مهمة جدا 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 ولازم تهتم بيها لان هو تجربة ما تقلش ابدا عن تجربة الحاجة اللي بتتشاف والحاجة اللي بتتشاف هي حلوة ولكن لما يبقى فيه حاجة برضو بتتسمع مربوطة بالحاجة اللي بتتشاف الموضوع بيكون روعة روعة وزي متشافين ده كلا بتاعي او اللي انا بعمله دايما للفيديوهات بالمنظر ده مش مش صعب او مش ضخم او مش كبير بالعكس هي زي ما قلت وبتتكرر مع تكرار لو جينا نشغل بس بتاعتنا نلاقي ان هي بالمنظر ده حاجات ببساطة قوي يعني لو جينا نشوف هلاقي ان في البداية فيه اللي هو الووش بعد كده فيه اللي هو ده وده بكل بساطة فيه اضافة اسمها موشن برو انا بستخدمها اللي هي دي فيها حزمة انا محملها وهي ببلاش برضو تقدر تحملها ممكن برضو بقسبلوكم اللينك بتاعها في الانسكريبشن باجي عند الحزمة بتاعتها وبكتب او كيبورد مسلا هتلاقي كل الحاجات دي فانا بستخدم دي في الغالب باجي عند الحتة اللي انا عايزك حط عندها التأثير وبضغط على هلاقي ان البتاع ده نزل معايا مهم قوي اوي ان انت تحط تخليه صوتو واطي لان التجربة بتاعت صوتي انا يعنى مختلف عن تجربة المؤسرات الصوتية المؤسرات الصوتية هي حاجة بس بتسلل ويد او بتنك او بتعزز من التجربة بتاعت الفيديو ولكن مش هدفها ابدا ان هي تزعج المشاهد من هو بيسمع حاجات صوتها عالي مؤسرات صوتها عالي داخل في صوتك انت نفسه الموضوع بيكون صعبا فمهم جدا ان انت اي ساوند تحط ان انت توطى صوته. خدوا صوته هادي قوي بس بيعزز التجربة مش بيزعج الشخص اللي بيشوف الفيديو بتاعي. فدي نصحة عامة ممكن تاخدها بالنسبة لكل دي. نيجي بعد كده ده. اللي هو تحديدا ده. لو جينا نسمعه هو واحده. بكل بساطة ده اسمه او اسمه عارف انت بتاع العجلة ده اسمه او يعني بمعنى اصح. وفي بلاجين انا بستخدمها حلوة قوي للحاجات اللي زي كده وهي اسمها دي ببلاش عملت عنها فيديو قبل كده او عملت عنها فالبلاجين دي بدخل بس بفتحها بالمنظر ده. واول ما بتفتح بكتب بس جير وهي بجيب او بلاقي النتيجة. فيه ده مسلا. وفيه ده. وفيه ده. وفيه ده. ده اللي انا استخدمته اللي هو اخر واحد. فبكل بساطة بحدد الجزء اللي انا عايزه اللي هو الجزء ده. وبشد. وبحطه هنا. هلاقيه نزل. بعد كده بتحكم بقى في مسلا بخليه مية وخمسين. وبس بقط صوته. وبس كده كده انا حطيت ده. لو جينا نسمعه هو واحده. بس هو هو نفس فده كده بالنسبة لل والاماكن اللي انا بجيب منها بتاعتي. وبالنسبة للمؤسر للصوت ده بالزات برضو لان فيه ناس كتير ما كانتش يتعرفوا. حاجة كمان مهمة اوة في بتاعتي وهي لو جينا نسمع ده بالزات. اللي تحته. خلانا نسمعهم بس هم كده. واحدهم. ده بكل بساطة. اسمه يعني لو راحنا عندي ساوند لي وكتبنا هتلاقي فيه كزا كل دي حاجات ببلاش اساسا. برضو ده نفس الكلام. تقربا هو ده اللي انا استخدمته فباخد من اول هنا لحد البيك. بشدها وبحطها هنا. هتلاقي الساوند افكت نزل معاك بالمنزر ده. تقدر تحطه بقى في اي حتى انت عايزها. ده بالنسبة بعد كده وهو الساوند افكت ده. اللي هو بتاع الهدوء او الهبوط. ده برضو من ساوند لي اسمه تقريبا. لو جينا كتبنا هو الساوند افكت ده. فده برضو بجيبه بشده بحطه في المكان ده. هلاقيه نزل معايا بالمنزر اللي انتم شايفينه. بالنسبة للترانزيشنز فده او الصوت بتاع الترانزيشن اللي انا بستخدمه اللي هو ده. ده بكل بساطة هو صوت عربية عادي جدا برضو. بجيب كار. مسلا ساوند افكت زي ده. بجيب اي حتة منه. حتة دي مسلا. وبحطها فوق بشكل ده كده. كل اللي انا بعمله ان انا بزود بتاعتها مسلا بخليها او تلتمية. وبتأكد ان انا فعل المنتين او بيتش. بعد ما بحط وبعدل في السرعة بتاعته بروح بس عند وبيجيب في في الاول. حطه هنا. صغره. على كده بجيبه في الاخر. بحطه هنا وبصغره بحيس ان يديني تأثير ان العربية عدت من الطريق مسلا او ان ده بيعد بنفس الصوت العربية. فلو جاي نسمعه. بس كده. ممكن نصغره شوية. كده مسلا. ونمط كمان صوته. بس هو ده كده اللي انا بستخدمه. فزي ما قلت لكم هي دي كل اللي انا بستخدمها هي هي نفس ولكنها هي متغير اماكنها ومتغير السرعة بتاعتها يعني في حاجات السرعة بتاعتها بتبقى مية. وفي حاجات بتبقى او بتبقى السرعة بتاعتها معكوسة. يعني مسلا لو في حاجة بتزهر بتاعها او بتاعها مختلف عن عن الشوية بتاعتها. وهي بتختفي. عشان كده مسلا dise بس زي دا اللي هو عقلوب. لو جاي الناس معه هو بس السiersUE ده. هو وهنا معكوس فدي الحاجة اللي انا بعمله هي ان انا بستخدم نفس ولكن بغير بس في الاسبيد بتاعتها في الحاجات اللي زي كلا نيجي بقى لاخر حاجة معانا في الفيديو وهي زي تقدر تعمل اكسبورت باعدادات كويسة تنزل بقى على انستجرام او على تيك توك والمنصات اللي زي كلا في البداية تأكد ان الاعدادات بتاعت السيكوانس بتاعتك هي على تلاتين فريم مش تسعة وعشرين مثلا او خمسة وعشرين او ستين لا تلاتين فريم لان انستجرام ذات نفسهم وكل المنصات بتقول لازم تلاتين فريم وكلامهم ده هو مقصود بي ان انت غالبا بتصور الريلز بموبايلك وموبايلك بيصور على تلاتين فريم مش خمسة وعشرين فبالتالي تلاتين فريم هي افضل حاجة تقدر ترفع بيها الريلز بتاعتك بعد كده بتروح عند الاكسبورت ميديا وكل اللي انت بتعمله ان انت بقى مصور على الف وتمانين فور كي اي حاجة وبالمناسبة ارشاح لك برضو ان انت تصور على فول اتش دي حتى لو انت بتسجل فور كي اعمل ادت على فول اتش دي لان زي ما قلت يعني حتى لو انت رفعت الريل بتاعتك ايت كي فهي برضو هتتضغط وهتبقى فول اتش دي في الاخر فانت عملها بمزاجك فول اتش دي في الاعدادات بس انت بتفعل رندر ات ماكسيمم ديبث وبتفعل يوز ماكسيمم رندر كواليتي وبتنزل تحت بتخلي البتريت انكود بتاعك على في بي ار وان باس واتارجيت بتريت بتخليه على اتناشر ليه مش اكتر من اتناشر هيبقى كويس برضو وحلو جدا ولكن اكتر من اتناشر هو على فول اتش دي فول اتش دي كويس قوي مع اتناشر ممكن بتستخدم فوق اتناشر لو انت بت اكس بورت فور كي لحاجة معينة ولكن انا هشايف ان مافيش داقي لأكتر من اتناشر وبس كده بتعمل اكس بورت وبس كده دي كانت كل حاجة تقريبا انا بعملها في الريلز بتاعتي كل الحاجات اللي انا تكلمت عنها والاضافات اللي انت عايزها واللي انت مش عايزها هتلاقيها ان شاء الله تحت في الديسكريبشن فتقدر تدخل تبص عليهم وتحملهم هي اضافات مفيدة جدا رغم انهم اضافات قليلة ولكنهم مفيدين وهينفعوك قوي فاخيرا وليس اخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة وبس كده اخيرا حابب اقول يعني وحشتونا والله وحشتنا فيديوهات اليوتيوب والفترة اللي فاتت هي كانت فترة فيها تفكير شوية في حاجات معينة والحمد لله الحاجات دي تزبطت وبقى لي حوالي شهر بنزل بشكل مستمر على انستجرام وان شاء الله الفيديو ده هو بداية الاستمرارية تاني على يوتيوب فيعني شكرا جدا لكم ان انتم تابعيني لحد الوقت والمحتوى ده انه هو مفيد لكم فدي حاجة بتفرق جدا بالنسبالي لان فكرة ان المحتوى بتاعك ومحتوى الناس بتقيمه وبتستفاد منه فدي حاجة مهمة قوي قوي بالنسبالي فبس كده شكرا جدا انتم تشفتوا الفيديو وزي ما قلت بقى ما تستطيع تعملوا بايك وتسبسكرايب والحاجات اللي زي كده وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي الاسبوع اللي جاي سلام